موسيقى اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا المستجد تقرر استمرار حظر حركة المواطنين من الثامنة مساء حتى الرابعة من صباح اليوم الثاني لمدة أسبوعين وزير الإعلام يعلن مدى فترة عمل المحلات حتى السادسة مساء وإعادة حركة السياحة والطيران الداخلية أول يوليو ومجلس الوزراء يسلط الضوء على إنجازات الأوقاف خلال ست سنوات أبرزها عمارة المساجد قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماعها اليوم استمرار حظر حركة المواطنين من الثامنة مساء حتى الرابعة صباحا اعتبارا من الرابع عشر من يونيو والجاري وحتى نهاية الشهر ووقف حركة جميع وسائل النقل العام من الثامنة مساء وفي ذات السياق عقد وزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور أسامة هيكل مؤتمرا صحفيا لإعلان قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد المزيد في سياق التقرير التالي بسم الله الرحمن الرحيم عقدت اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة أزمة فيروس كورونا اجتماعها صباح اليوم برئاسة السيد الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استعرضت اللجنة خطط الوزرات المعنية المختلفة للفتح التدريجي طبقا لتطورات الوضع الصحي في البلاد وقررت اللجنة ما يلي أولا استمرار حظر حركة المواطنين من الساعة 8 مساء حتى الرابعة صباحا يوميا وذلك اعتبارا من الأحد القادم 14 يونيو حتى السلساء 30 يونيو الحالي وكذلك وقف حركة النقل العام من السامنة مساء يوميا ثانيا مد عمل المحلات العامة لمدة ساعة لينتهي العمل بها في السادسة مساء بدلا من الخامسة مساء يوميا طوال نفس الفترة ثالثا استمرار العمل بالنظام السابق لتخفيف الزحام في الأماكن الأماكن العمل المختلفة عن طريق تقسيم العمالة ولكل وزير اتخاذ القرارات الإدارية الخاصة بذلك حسب ظروف العمل بوزارته رابعا استمرار غلق المتنزهات والشواطئ العامة حتى نهاية الشهر الحالي خامسا السماح للنوادي الرياضية بالبدء في تلقي الاشتراكات للأعضاء اعتبارا من 15 يونيو الحالي حتى 30 يونيو وكذلك رفع كفاءة المنشآت وإعادة تأهلها خلال نفس الفترة سادسا دراسة فتح دور العبادة اعتبارا من 1 يوليو مبدئيا وذلك في المحافظات الأقل لإصابة بفيروس كورونا وطبقا لتطورات الموقف الصحي وطبقا لمدى حرص المواطنين باتباع أجراءات السلامة والوقاية الصحية في حالة الفتح وإعادة تقييم الموقف أولا بأول سابعا بدء السياحة والطيران إلى المحافظات الساحلية الأقل لإصابة اعتبارا من أول يوليو الحالي سامنا عقد امتحانات السنوية العامة في موعدها المحدد سلفا وفقا للضوابط والشروط الصحية المتفق عليها ومتابعتها يوميا حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب وتؤكد لجنة إدارة الأزمة أنها ومنذ تشكيلها وضعت نصب أعينها في إدارتها للأزمة تحقيق التوازن بين أمرين الحرص على صحة وسلامة المواطنين من جهة وإدارة عجلة الاقتصاد قدر المستطاع من جهة أخرى كما تؤكد أنها تتابع الموقف الصحي بجميع أنحاء الجمهورية أولا بأول وساعة بساعة وأنها وضعت خططها لإعادة فتح جميع الأنشطة بالبلاد تدريجيا في ضوء تطورات الموقف الطبي وأن هذه الخطط تتميز بالمرونة الكافية للتمشي مع أي تطور يطرق على الحالة الصحية وتؤكد اللجنة أيضا أن كل دولة تعمل في هذه الأزمة وفقا لظروفها التي لا تتفق بالضرورة مع ظروف دولة أخرى وقد تتفق مع ظروف دول أخرى ولكن السابت والمؤكد هو ضرورة اتباع الإجراءات الخاصة بالوقاية الصحية المؤكدة وهي ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات واستخدام المطهرات والحفاظ على النظافة الشخصية وهو متؤكد عليه الحكومة دائما حرصا على المواطنين حتى تنتهي هذه الأزمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانا سلط من خلاله الضوء على ما حققه قطاع وزارة الأوقاف من إنجازات خلال ست سنوات حيث نجحت الوزارة في تحقيق العديد من الجود والإنجازات الملموسة خلال الفترة من 2014 حتى 2020 أبرزها تعظيم موارد الوزارة بجانب عمارة المساجد وفرشها وكذلك تحسين الأحوال المعيشية للأئمة فضلا عن دورها في مجال الدعوة وخدمة القرآن الكريم والمجتمع بشكل عام بجانب الاهتمام بمجال التدريب والتثقيف بالإضافة إلى المشروعات التنموية التي تم تنفيذها